إذا كنت مهتم بتربية الدجاج والطيور اليوم سوف أقترح عليك سلالة من سلالات الدجاج هي التي سوف تتولى عرش الطيور في الأيام القادمة الكثير سوف يسأل كيف وما هو السبب سوف أعطيك ذليل شامل حول دجاج الاسترالوب وكيف سيتولى عرش الطيور في الأيام القادمة بين قوسين سوف يحكم عالم الدواجن دجاج الاسترالورب هو سلالة من الدجاج تم تطويرها في أستراليا من سلالات دجاج أوربينغتون الإنجليزية وهو معروف بقدرته العالية على الإنتاج خاصة فيما يتعلق بالبيض إليك بعض المعلومات الأساسية حول دجاج الأسترالورب 1. التاريخ والأصل تم تطوير دجاج الأسترالورب في أوائل القرن العشرين في أستراليا بعد استيراد سلالات دجاج الأوربينغتون من بريطانيا الهدف من التطوير كان إنتاج سلالة تتمتع بإنتاجية عالية من البيض ولحم جيد 2. المظهر دجاج الأسترالورب لديه جسم كبير وممتلئ وعادة ما يكون لونه أسود مع لمعان أخضر مميز ولكن هناك ألوان أخرى مثل الأزرق والأبيض لديهم ريش كثيف يساعدهم على تحمل الظروف الباردة 3. الانتاجية هذه السلالة معروفة بكفاءتها العالية في إنتاج البيض حيث يمكن للدجاجة الواحدة أن تنتج حوالي 250 إلى 300 بيضة في السنة بيض دجاج الأسترالورب عادة ما يكون لونه بني فاتح 4. الطباعة يعتبر دجاج الأسترالورب هادئ الطباع وسهل التعامل معه مما يجعله خيارا ممتازا للمزارعين المبتدئين وأصحاب الحدائق المنزلية 5. التكيف تتكيف هذه السلالة جيدا مع معظم الظروف المناخية ويمكن أن تعيش في بيئات متنوعة 6. الاستخدامات بالإضافة إلى كونها مصدرا جيدا للبيض يمكن استخدام دجاج الأسترالورب أيضا لإنتاج اللحم نظرا لحجمها الكبير وبنيتها القوية دجاج الأسترالورب هو خيار شائع في مزارع الدواجن في جميع أنحاء العالم بفضل إنتاجيته وسهولة تربيته اشتركوا في القناة